الحزم الذي أملته الضرورة واستدعاه السلام هو الحزم الذي جاء به تحالف عربي عسكري واسع النطاق بقيادة المملكة العربية السعودية عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل مؤشرات نجاح هذا التدخل برزت منذ اللحظة الأولى فقد مثل هذا التدخل رداً حاسماً وفورياً وغير متوقع من قوة إقليمية هي المملكة العربية السعودية ومن ورائها عشر دول على مخطط مدروس لفض الشراكة السياسية في اليمن تأسيساً على حسابات جهوية ومذهبية وفي سياق ترتيبات أشرفت عليها إيران الطامحة إلى تأسيس وجود لها في منطقة بالغة الأهمية للأمن الإقليمي العربي أربك هذا التدخل حسابات الإنقلابيين إلى حد بدى معه إصرارهم على البقاء في المواجهة انتحاراً لا يبرره إلا استهتار قادتهم بالدماء التي سفكت وتسفك على مذبح مغامرتهم السلطوية القاتلة أقل من أربعة أشهر تمكن خلاله التحالف العربي من استعادة ثاني أهم مدينة في اليمن وأكبر ميناء في البلاد هي مدينة عدن بواسطة وحدات عسكرية وطنية مدربة وبإسناد من قوات التحالف كان هذا هو المؤشر الأكثر قوة على المسار المنتصر للمعركة فقد توالت بعده الانتصارات باستعادة ثاني أهم قاعدة جوية في البلاد هي قاعدة العند ومضيق باب المندب ذي الأهمية الإستراتيجية في ختام عام من عاصفة الحزم وإعادة الأمل تشكلت النواة الصلبة للجيش الوطني الذي يتولى اليوم حسب المعاركة في أهم محاور المواجهة في مارب وتعزميدي والجوف وفي صنعة إنجازات عسكرية أعادت أكثر من ثلثي أراضي البلاد إلى كنف السلطة الشرعية وفرضت الاستسلام على الانقلابيين وقبل هذا وذاك تمكنت من التحييد الكامل لدور إيران التي لم تعد تمارس هوايتها المفضلة في إذاء اليمن إلا عبر الإعلام والتهريب على إيقاع هذا التدخل جرى تقويم المسار السياسي من هيمنة كانت تفرضها الميليشيا على الأطراف السياسية إلى مشاورة تتمحور حول كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 وهو القرار الذي يخرج الإنقلابيين من المعادلة العسكرية ويبقيهم طرفا سياسيا مجردا من المخالب تمسكت الدولة ومعها التحالف العربي بمنطقة السلام في مقابل تعنت واضح من الإنقلابيين بلغ حد الاستهتار قبل أن تتكفل القوة العسكرية بتقويم هذا السلوك وتجبر الإنقلابيين على الإذعان في مواجهات الحدود وعلى القبول غير المشروط بقرارات مجلس الأمن ينظر اليمنيون بأمل كبير إلى التحالف العربي الذي أردف عملياته العسكرية بأوسع تدخل إغاثي وإنساني ويتطلعون إلى أن يتحول هذا التحالف إلى صيغة شراكة بناءة بين اليمن وجيرانها على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية تسد كل الثغرات التي تنفذ منها المهددات ترجمة نانسي قنقر